بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج فتاوة وبإذن الله تعالى سوف نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم مع للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح السلام عليكم يا شيخ صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبرك الله فيكم وأثابكم الله بداية بارك الله فيكم هذا يسأل ويقول كيف يحقق المسلم الخشى من الله عز وجل ومن المقصود بقوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعه يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام وأنعمت عليه يعني بالعثق لأنه عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زيد بن حارفة رضي الله عنه تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله لأن زيد بن حارفة وقريش وقريش ذو شرف ونسب وكان النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة في المرأة له رغبة في هذه المرأة فاطمة بنت قيس فجاء يشكوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حثه على إمساكها و أن تبقى مع وهو يحب أن للرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه رغبة بها أمسك عليك وتخفي في نفسك ما الله مبديه عني من الرغبة فيها وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه لأنه كان في الأول الرجل يعتبر ابنا له يتأتيقه يعتبر ابنا له وبناء على ذلك فلا يجز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج هذه الله لأنها ابنة عتيقه ابنة عتيقه فالله جل وعلا بين في هذه الآية الكريمة أن الرسول يرغب فيه ولم يبدئ شيئا بل كان يحث زوجها على أن يمسك بها وأن يبقيها عنده أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه لأنهم كانوا في الجاهلية وأول الإسلام لا يتزوج السيد لا يتزوج زوجة عتيقه لا يتزوج زوجة عتيقه الله على أراد أن يبطل هذه العادة فأباح لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج هذه المرأة بعدما يتركها مولاه وأتيقه لأجري أن يشرع للناس أن هذا الأمر يتزوج قد انتهى وأباح المعتق أن يتزوج زوجة عتيقه فلما انفصلت منه من زيد بن حال رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا زوجها لرسوله هو الذي تولى زواجها زوجناكها فالله تولى زواجها من فوق سبع سماوات زوجناكها لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراء وكان أمر الله مفعولا زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين أنه لا مانع أن يتزوج السيد زوجة عتيقه ومولاه نعم نعم معالي شيخ كيف يحقق المسلم الخشة من الله عز وجل حققها بمعرفة الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء فإذا كان المسلم يعرف الله عز وجل فهذا يزع على شرف عظيم ومنزل كريم فبهذا يعرف المسلم ربه وخالقه ويعرف حق الله عليه نعم أحسن الله إليكم وعثابكم الله ومن الأسئلة التي ورادت إلى البرنامج أبو القاسم من الأردن يقول ما هي ضوابط حسن الظن بالله عز وجل هذا رجع لقوة الإيمان إذا قوله الإيمان قوية إيمان العبد حسن ظنه بالله عز وجل نعم سؤاله الآخر يقول ما هي علامات قبول العمل الصالح من علامات قبول العمل الصالح أن يوفقه الله لعمل صالح بعده من علامات قبول الحسنة أن يوفق الله المسلم لعمل حسنة بعدها نعم أحسن الله إليكم أيضا عبر جوال البرنامج هذا فهد يسأل عن تفسير قوله تعالى في سورة البقرة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن واتخذه من مقام إبراهيم مصلى يقول الله جل وعلا وإذ جعلنا أي صيرنا البيت الذي هو الكعبة المشرفة مثابة للناس كل ما ذهبوا من عندها رجعوا إليها كل ما ذهبوا يعني يثوبون إليها يرجعون إليها وقيل مثابة للناس أنها محل الثواب في الطواف بها والصلاة في المسجد الحرام حولها فهذا فيه ثواب عظيم فهي مثابة للناس يرجعون إليها يعني بالمعنين كل ما ذهبوا منها يرجعون إليها ولا يمل للإنسان من العودة إلى البيت العتيق والطواف به ورؤيته كل ما ذهب إليه فإنه يحن إلى الرجوع إليه مثابة يعني يثوب إليه ومثابة أيضا أنه يكتسب الثواب من الله عز وجل بالطواف بهذا البيت والحج والعمرة هذا البيت والاعتكاف في المسجد الحرام وغير ذلك من الأعمال الصالحة فينال الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى أيضا يقول بارك الله أيضا استكمالا لذلك وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر بقي في تفسير الآية التي قبل هذا نعم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ما هو مقام إبراهيم مقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقف عليها عند بناء الكعبة وكانت ترتفع به وتنخفض وبقيت بقيت بقيت آثار قدميه عليه الصلاة والسلام فيها في الصخرة بقيت آثار بقيت آثار قدميه الشريفين في الكعبة في هذه الصخرة آية من آيات الله سبحانه وتعالى تخذوا من مقام إبراهيم مصلى جعلها الله يعني يصلى عندها فيجعلها بينه وبين الكعبة ويصلي مستقبلاً لها وللكعبة المشرفة نعم نعم واذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمناً يدعو الله سبحانه وتعالى لما جاء ب لما جاء ب إسماعيل وأمه إلى مكان البيت ولم يكن مبنياً في ذلك الوقت جاء به جاء بها ووضعها عند عند مكان الكعبة ثم ذهب إلى الشام ف مضت في تمشي وراءه تقول لمن تتركنها ها هنا وكان ترك عندها سقاء مما وجراب من التمر وليس معها إلا هذا الطفل وفي هذا الوادي الذي ليس فيه أحد لمن تتركنها هنا فلا يلتفت إليها عليه الصلاة والسلام قالت آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ف جاءت قبيلة جرهم وسكنت عندها فحصل عندها السكن والراحة وأيضا وأيضا أنبع الله ماء زمزم عندها أنبع الله عندها ماء زمزم وجاء بهذه القبيلة قبيلة جرهم فطلبوا منها أن تأذن لهم في السكنة عندها في هذا الوادي فقالت لكن ليس لكم من الماء شيء قالوا نعم أسكن عندها قبيلة جرهم فحصل لها الأنس وشب ابنها وتزوج من قبيلة جرهم نعم أحسن الله إليكم وآثابكم الله ونذكر الإخوة بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وكذلك عبر الرسال النصية فقط 05 0178 5536 فضيلة الشيخ صالح أيضا هذا من الأسئلة في هذا السياق هذا يسأل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ما الحكمة من هذا القول المستفى صلى الله عليه وسلم تعليم القناعة الحكمة بذلك تعليم القناعة لرزق الله سبحانه وتعالى فيقنع المسلم بما رزقه الله ويبارك الله له فيه نعم أحسن الله عليكم وأثابكم الله أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عن تفسير قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك ذريته إلا قليلا نعم الله جل وعلا كما ذكر في هذه الآية أنه لما خلق آدم عليه السلام وأ أكرمه بالمكان عند الله سبحانه وتعالى حسده إبليس حسده إبليس الله جل وعلا أمر الملائكة أن تسجد لآدم السجود التحية ليس السجود العبادة إنما هو سجود التحية وكان ذلك مشروعا إلى أن نسخه الله جل وعلا فنهى أن يسجد أحد لأحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها هذا سجود تحية فالله أمر الملائكة الكرام أن تسجد لآدم سجود تحية فسجدوا اتثالا لأمر الله جل وعلا وإكراما لآدم عليه السلام سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أخذته العزة بالإثم فقال أسجد لمن خلقت طين لأن آدم خلق من الطين ومن التراب عليه الصلاة والسلام فأعجب بنفسه وبأصله تكبر عن طاعة الله عز وجل وحسد آدم عليه السلام هذه المنزلة من الله عز وجل فالله جل وعلا طرد إبليس وأبعده وأخذه أحسن الله إليكم وما المقصود إلى يوم القيام لأحتنكن ذريته يظل ذريته إلا قليلا يعني من عصم الله سبحانه وتعالى من كيد إبليس فإن إبليس لا يضره نعم وقد عصم الله خلاصة عباده المؤمنين من كيد إبليس نعم أحسن الله إليكم أيضا هذا سائل أبو عمر من اليمن يقول كنت على ضلال وأخشى أن أعود إلى هذا الضلال فما هي الحماية الإسلامية والوقاية من ذلك من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بمجالسة الصالحين وعليك بالإكثار من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن الكريم وعليك بالمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة وبما تيسر من صلاة التطوع وقيام الليل نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله يقول هل من الضروري في الاغتسال لنظافة الجسم هل يجزي عن الوضوء حسب النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا نوى باغتساله نوى باغتساله رفع الحدث مع النظافة فإنه يرتفع حدثه حسب نيته نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله هذا مشعل من الخرج يقول هل يعطى الوالدين أو الوالدان من الزكاة لا لا تحل زكاة الوالد لولده ولا العكس ولا زكاة الولد لوالده نعم لا تحل زكاة الولد لوالده ولا الوالد لوالده لأنه يجب على كل منهما أن ينفق على الآخر من ماله ولا يعطيه من الزكاة إذا كان محتاجا يجب عليها أن ينفق عليه نعم يعتبرون من الأصول يا شيخ هي أصله هي أصوله جميل أصوله هو فروعه الأب أصل والابن فرع نعم أثابكم الله وبرك الله فيكم سعيد من تابوك يقول لم أعرف أن الزكاة علي واجبة وقد تأخرت عن ذلك سنوات طويلة والآن قد وصلتني المعلومة أنه لا بد من الزكاة فهل أزكي السنوات الماضية تقريبا عشر سنوات نعم يجب عليك ذلك لأنها ركن من أركان الإسلام يجب عليك أن تحصيها بالتمام وأن تخرجها على الفور والمبادرة حسب استطاعتك إن استطعت أن تخرجها جميعا هذا هو الواجب عليك وإن لم تستطع فتخرجها شيئا فشيئا على حسب استطاعتك إلى أن تأتي على آخرها وتبري ذنتك منها نعم أثابكم الله وبرك الله فيكم هذه أم عبد الله من جدة تقول يا شيخ أرجو نصيحة للمرأة التي خرجت عن طاعة زوجها لا يجوز لها ذلك تطيع زوجها بالمعروف هو بالعشرة الطيبة له حق عليها فتطيعه لما له عليها من الحق وكذلك تحسن تحسن إليه تحسن إليه بما استطاعت من حسن العشرة وحسن المصاحبة نعم نعم بارك الله فيكم أيضا تقول حفظكم الله لخالة كثيرة الوشواس والوسوسة مما يفسد عليها دينها وعبادتها وتقول كلاما لا نفهمه ما هي نصيحتكم لها انصحوها بترك الوسواس والكثار من ذكر الله عز وجل وعدم الالتفات للوسواس وأن تكثر من قراءة فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين وقراءة المعوذتين قل هو الله أحد والمعوذتين وسيذهب الله عنها ذلك إن شاء الله نعم أحسن الله إليكم إبراهيم من الخرج يقول إذا اعتمرت وقدر الله لي الرجوع إلى مكة المكرمة بعد أسبوع هل يجوز لي أن اعتمر مرة ثانية نعم لا تطيب هذا قد قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فالمتابعة بين الحج والعمرة هذا من السنن المؤكدة نعم هل هناك مدة معينة بين العمرتين يا شيخ ليس هناك مدة محددة إلا أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينتظر إلى أن يجمم رأسه بمعنى أن يكون له جمة يعني وفرة من الشعر في الرأس من أجل حلقه أو التقصير منه نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله يقول هل قراءة القرآن الكريم فرض على كل مسلم أم يكفي السماء عبر وسائل العلام ووسائل الاتصال هجب على المسلم أن يقرأ من القرآن ما يحتاج إليه في صلاته وفي عبادته وما زاد فهو خير خير إلى خير نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل بارك الله فيكم في قوله تعالى والله يعلم المفسد من المسلح كيف نميز بينهما كانوا يعزلون طعام اليتيم عن طعامهم من شدة الورع سبحان الله فالله جل وعلا قال وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المسلح ولو شاء الله لأعنتكم يعني أتعبكم إن الله عزيز حكيم ولكنه لا يرضى التعب لعباده المؤمنين بل يرضى لهم الراحة والطمأنين نعم أحسن الله إليكم هذا يقول يا شيخ بارك الله فيكم نحن الآباء في الوقت الحاضر نجد عقوقا وكذلك عصيانا من بعض أبنائنا فما هو توجيهكم لهم وخاصة في أمور العبادة أمور العبادة أمر واجب هذا حق لله سبحانه وتعالى فألزموه قال صلى الله عليه وسلم وروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع يجب على الوالد أن يلزم أولاده بالصلاة مع الجماعة وأن يتابعهم ويذهب بهم إلى المسجد لأجل أن يعتادوا هذا ويألفوه نعم بارك الله فيكم وثابكم الله هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بدون وضوء وهل العذر الشرعي للمرة يمنع يمنعها من قراءتها بالنسبة للرجل نعم يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو لم يكن على وضوء إذا كان يحفظ القرآن أو شيئا منه فإنه يقرأ ما تيسر منه ويتلو ما تيسر منه لسيما في الصباح والمساء والورد الصباح والمساء وأما المرأة إذا حاوت فإنها لا تقرأ شيئا من القرآن ولكن تأتي بالأذكار غير القرآن نعم أحسن الله وليكم يا شيخ صالح نختم هذه الحلقة بهذا السؤال السائل يقول إذا دخلت المسجد الذي صلى فيه الجناز أريد أن أصلي صلاة الفرض وقد انتهت وهم ينتظرون صلاة الجنازة هل أنتظر معهم أم أصلي أبدا في صلاة الفرض لا بس تنتظر معهم إلا إذا خشيت خروج الوقت فإنك تصلي الفريضة أما إذا كان معك ساعة في الوقت فتنتظر وتصلي معهم على الجنازة ثم تصلي الفريضة نعم جزاك الله خير وأثابك الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم أيها الإخوة والأخوات لهنا ونأتي لأختم حلقة هذا اليوم من برنامج فتاة وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وكما نسأل عز وجل أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي إنه قريب مجيب الدعاء نلقاكم على خير بإذن الله في لقاءة مقبلة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته